لا شيء أهم من قرار النادي الأهلي اليوم فسخ التعاقد وانهاء انتهاء الارتباط مع مستر بيتسو موسماني الجنوب أفريقي المدير الفني لكرة القدم بالنادي ظهر اليوم أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي وجهت إدارة النادي الأهلي اليوم الشكر للجنوب أفريقي بيتسو موسماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد فسخ التعاقد بالتراضي وفي ضوء احترام متبادل بين الطرفين كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهل لكرة القدم برئاسة ياسين منصور وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي ولجنة التخطيط لمناقشة موقف بيتسو موسماني وبإجماع الأراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصا على استقرار الفريق ونظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق لكن موسماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية وبعد مناقشة الموقف كاملا وبالإجماع تم احترام رغبة بيتسو موسماني وتوجيه الشكر له على كل ما قدمه للنادي وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين يا أبو بيتسو عايزة أقول لكم حاجة احقاقها للحق بس عشان تشوفوا برضو فرقات الخبرة والحكمة من أيام كتيرة فاتت والموانس عد كل ما جيب له سيرة بيتسو موسماني يقول لي قلبي مش متوعن الرجل ده شكله عايز يمشي يقول لي لا ده مش كلام حد عايز يكمل الرجل ده تقريبا بيوصلنا للمرحلة دية يعني كنا بنفذر وإحنا في أبو ظابي وبنقول لك أبو بيتسو لما جيه وقال لك ما يفذر وأعطي تنصحه إزاي كانت عندك هذه الحاسة في الاعتقاد أنه لا مش هيكمل شوف يا أستاذ إبراهيم بيسماني لما جيه النادي الأهلي ما جاش على المجهول جاي عارف على المعلوم حاطت رجله فين وعارف هو بيتفق مع مين وعارف إيه اللي يقبله النادي الأهلي وإيه اللي مقبلوش وكان فرحان جدا 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 ولكن النجاحات السريعة المتلاحقة المبهرة خليت يقول الله لا ده أنا بقى لما يكون في علاقة بين طرفين لازم الطرفين يبقوا من الحكمة والرؤية إن النجاح ما هوش أحادي ده نجاح موفر لك مناخ وإنت بتعرف تستغيله وأنا متوسم فيك إنك تعرف تستفيد منه ولكن يبقى أسباب النجاح التي إذا التزم بها الأطراف مشت الدنيا حلوة اعمل شرك مع واحد بتحبه وبيحبك وهو يبقى مش مصدق إن أنت وافقت تشاركه وانت بخبراتك دي كلها وبرأس مالك ده كله عايز منه حسن الإدارة فشاركته بالمجهود ولكن بعد شوية قد يطبادر إلى ذهنه أن الشركة وقفة علي وإن أنا لا ده أنا سبب النجاح إذا الناس بتادي تحسب بشكل فردي بشكل فردي وتستثمر النجاح لنفسها هتوصل للنتيجة المحتمة أستاذ إبراهيم التصريحات الكتير التعليقات اللي هي لنا ولو أنت ولا حد كان موصوط منها يعني أنك تترك الفريق وتغادر مش متحسب للعواقب لأن العواقب أنت مش حاطت نفسك في مسئوليتها خلاص بينك وبالنفسك وما قال شي لكن تشعر أنه هو لا خلاص الراجل ده فكر كمحترف وهذا حقه موشي ابن النادي مش مولود عندنا ومش ملزم يقضي تاريخه لحد إحنا ما نقوله يعني صحيح إنه هو شافت توقيت الأنسب بكل النجاحات دي والله أعلم وراء إيه ممكن تكون خطوة التانية إيه لا ممكن تلايه في كأس العالم للأندي في كأس العالم الله أعلم يتعاقد مع الوداد يتعاقد مع الوداد يتعاقد مع التحليل يتعاقد هو الراجل أنا ما قدرش أقول كده أنا ممكنش عايزك تقوله أنت بالشكل ده ما تلقاه في كأس العالم لا هو الراجل الراجل أنا سمعت أنه عنده تحليل في كاس العالم أو فيه متقدمه وده منطقي بخبرته ممكن يروح يحلل أين كانت خطوته الجاي خلاص الراجل ده جالنا ونجح معنا وأسعدنا وأسعدنا اللغة اللغة اللي تفكي بها الارتباط لغة ناس بتحترم بعضها وناس كبيرة لكن أنا ما تفجأتش ما تفجأتش من نوعه عايز يمشي